لكن انا حابب اقفل بالحاجة الايجابية اللي انا شفتها النهاردة الوحيدة بالنسبالي الحاجة الوحيدة هو الهدف اللي جابه مصطفى محمد لان الهدف ده بسيبك منه هدف في موزنبيق او هدف في الافتتاحية او اهول هدف لنا او اسرع هدف في البطولة بعد ايه او نصر حد الوقتي كل ده مش هو ده الفرق الفرق بالنسبالي ان اللقطة دي بشبه جوان عماد متعب من وقت عماد متعب العيب اللي بيستلم بيسحب الكورة ويبتدي يعمل الترن كل ده في اقل من ثانية من وقت عماد متعب اللي بشبناش ده من الفين وعشر ما شبناش ده من زمان قوي صح فانا فانا مبسوط وبالمناسبة مصطفى محمد بيحصد بيحصد جزء من تقلقه هذا الموسم في الدور الفرنسي وبيحصد جزء من نضوجه اللي انا النهاردة اه كان عنده مشكلة فيه لغاية معلش ارجع لاخر زي ما نعرف ان الوقت خلاص معك دي ارجع لاخر بس فريم اللي الكورة بتاع الهدف انه بيحصد جزء من نضوجه الراجل وصل لافضل مستوياته جزء من النضوج الفكري كم او الدوران نلف بالمدافع في جزء من سنة بعد ما قلشت من صلاح ونحطها ببط رجله بالشكل ده تاني انا مش فتاش من وقت طويل جدا من وقت عماية متعب هات بقى الفريم اللي بعضه على طول كرة اللي هو الراجل لف هو ما استناش حد اللي المدافع يعدل نفسه هو لف اول ما اتفتح ليه نصف متر راح تطع على شمال الحارس فانا بالنسبة لي الناجح الوحيد وما بقولش ممتاز لان كان عنده بعض الاخطاء سوق في الضغط او في كرة الانفراد لكن الناجح الوحيد في مباراة اليوم منتخب مص بلا شك هو مصطفى محمد